بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدكتور بشير ناجل محمدي استشار جراحة كلاو المسالك البولية في مستشفى السعودي الألماني بالرياض وعضو الجمعية الأوروبية للجراحة المسالك البولية النهاردة إن شاء الله حابين نتكلم عن قسم المسالك البولية في مستشفى السعودي الألماني ونضيكم فكرة عن الخدمات اللي موجودة بالاسم أول حاجة إحنا بالنسبة للقسم جميع العمليات المسالك العادية الإسم بيقوم بيها لكن أنا حابب النهاردة أتكلم على الحاجات اللي بتميزنا إحنا بالنسبة للإسم بتاعنا بيتميز بإن إحنا عندنا المناظير متخصصين جدا في جراحة المناظير دلوقتي العالم كله بيتجه لجراحة المناظير الجراحة الاعتيادية اللي هي بتحتاج لشق البطن وإن يكون في جرح طويل ده ما بقاش موجود في العالم خالص غير في الحالات الندرة كل دلوقتي الاتجاه للمناظير الحمد لله إحنا عندنا هنا في اسم المسالك بالسعودي الألماني عندنا أحدث المناظير وأكثرها تطورا فإحنا معظم الحصوات حوالي 95% من الحصوات سواء كانت في الكلا أو في الحالب أو في المسانة بيتم التعامل معها عن طريق المنظر دون الحاجة إلى الجراحة العادية ميزة المناظير دي أن العيان بيبقى يقدر أنه هو يخرج تقريبا تاني يوم يقدر يرجع العمله في حدود من 3 إلى 4 أيام وفي نفس الوقت ما فيش في المعاناة بتاع الجراحة أو بتاع الجراحة العادية إحنا هنا عندنا كمان بالنسبة للعيادة العيادة مجهزة على أحدث مستوى بمعنى أن إحنا عندنا جهاز دينماكية التبول عن طريق الجهاز دوت بنادر نشخص الحالات الصعبة وخصوصا السلس البولي سواء كان عند السيدات أو عند الأطفال أو عند كبار السن وعن طريق الجهاز دوت وده جهاز حديث أحدث حاجة سنة 2011 بنادر نتعرف عن الأسباب الحقيقية ويتم التعامل معها تاني حاجة عندنا هنا جهاز التفتيت الحصوات عن طريق الموجات التصادمية ميزة الجهاز دوت إنه هو حتى ما فيش فيه منظار ده ما فيش أي حاجة بتخش جوه جسم الإنسان مجرد إن الجهاز بيبعت موجات للحصوة وبيفتتها عن بعد طبعا بتبقى دي تقريبا عملية اليوم الواحد وما بيبقاش فيه أي أضرار أو صيد إفكت على العيان وده الجهاز اللي موجود خلفي دلوقتي تاني حاجة إحنا عندنا الحاجات اللي بتميزنا جدا إن إحنا عندنا الليزر الليزر دوت اللي هو الهولميام ليزر ميزة الهولميام ليزر إن إحنا بنقدر نستخدمه في تفتيت الحصوات وفي نفس الوقت ممكن نشيل بيه بعض الأورام أو بعض أو في عمليات البروستاتا ويتميز تفتيت الليزر عن التفتيت التاني إن تفتيت الليزر ما بيأثرش خالص على الجسم لإن إحنا بنقدر عن طريق الليزر نحدد موقع الحصوة ونضرب عليها ويتم تفتيتها كاملة من ضمن الحاجات اللي إحنا اللي متميز بيها إن كانت دايما المشكلة في حصوات الكلاء الكبيرة كان دايما المعتاد إن حصوات الكلاء الكبيرة يتم التعامل معها عن طريق فتح البطن وكان دايما المناظر يتم التعامل في الحصوات الصغيرة إحنا الحمد لله دلوقتي بقى لنا تقريبا سنة بنعمل حصوات كبيرة اللي إما بيسموها الحصوات المتشعبة الكبيرة اللي بتبقى مالية حوض الكلاء ومالية كل الكاسات بتاع الكلاء وبنقدر نتعامل معها عن طريق منظر الكلاء فإحنا دلوقتي بدل ما كان العيان بيبقى حصله شق بطن حوالي من 20 ل 30 سنتي بنقدر نخرج الحصوة دي بفضل الله عن طريق الجلد بسنتي واحد بس ودوت بفضل أن الاسم هنا مجهز على أعلى مستوى وعندنا هنا تين طبي الحمد لله كويز جدا في المستشفى السعودي الألماني بالنسبة للعيادة الخارجية بيتم استقبال المرضى والتعامل معها بطريقة حرفية وبنعتمد على معرفة المريض كل شيء عن حالته وبنقشه في أسليب العلاج والصيد ايفكس بتاع العلاج وأنا دلوقتي هديكم مثال على حصوات بالنسبة للتعامل مع حصوات الكلة عن طريق المنظر وهي دي الحاجة الحديثة اللي موجودة عندنا وبنتميز بيها نحن كان عندنا طفلة حوالي 14 سنة وكان عندها حصوات على الناحيتين مالية الكليتين والحمد لله تم التعامل معها عن طريق منظر الكلة وباستخدام الليزر لأن كان نوع الحصوات اللي موجودة عندها سيستينستون ومعروف أن نوع الحصوات ده أكثر صلابة أكثر أنواع الحصوات صلابة وصعب جدا أنها يتفتت لكن بفضل وجود الليزر والإمكانيات اللي موجودة معنا قدرنا نشيل الحصوات اللي عن ناحيتين وبعد إجراء الفحصات الطبية بعد العملية تبين خلو كليتين من الحصوات وكانت المريضة حوالي بتقعد حوالي من يومين لثلاث يام في المستشفى والجرح كان لا يتعدى واحد سنتي في النهاية أنا أتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى وبشكر المستشفى وبشكر زمالي في الإسم على المجهود اللي احنا بنعمله والخدمة اللي احنا بنقدمها